اشتركوا في القناة اللاعب في كأس العالم للأندية وهقف هنا عند مراوانة عطية شوية وغير ده اللي كنت لسه بتكلم مع حوالكم فيه مراوانة عطية من بداية الموسم مش في أفضل مستوياته مش سيء على فكرة بس مش في أفضل مستوياته يعني بالمقارنة بمراوانة عطية بتاع الموسم الماضي لا مراوانة عطية الموسم الماضي كان أفضل بدرجة أو درجتين بس عشان هي مباراة مهمة وعشان هو عارف ان الموضوع مفوش هزار وعشان هو عارف انه لازم اركز ضعف التركيز الطبيعي النهاردة اقدم مباراة عظيمة جدا مباراة من مبارايات مرهانة اعطيها بتاعة الموسم اللي فات لعيب جامد لعيب رائع لعيب جيد لعيب مكافح لعيب كان النهاردة عظيم جدا يا جماعة بيلعب بيلعب قدام لعيبة صعبة اوي بيعني رو مارينيو فابينيو كانتيو موضوع صعب اوي 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 منتخب عالم النهاردة انت بتلعب طيب تلعبش فريق جنبك عربي لا انت تلعب فريق مجمع احسن لعيبة موجودة في العالم ورغم كده انت النهاردة كنت افضل في كل شيء تخيل كده يعني مثلا نجولو كانتي المباراة اللي فات بتاعت الاتحاد واوكلاند هو اللي كان افضل لعب في المباراة تخيل في الملعب فيه نجولو كانتي وفيه كريم بنزيمة وفيه فابينيو وفيه رو مارينيو وفيه احمد حيازي اللي كان على فكرة من احسن لعيبة الاتحاد النهاردة فيه كل اللعيبة دي وفي الاخر مين اللي بياخد افضل لعب في المباراة لاعب من النادي الاهلي لاعب جنسيته مصري اسمه مروان عطية شايف الحلوة شايف الجمال شايف اللزازة شايف الفخر حاجة عظيمة يعني دي حكاية مروان عطية افضل لعب فيه مباراة اليوم ماشي هكمل مع حضراتكم بس الحكاية النهاردة حلوة هنقعد نتكلم على الاهلي كتير قوي طول اليوم هنقعد نتكلم على الاهلي يعني تعالي هقول لك شوية ارقام بس للاهلي في كاس العام الاندية بعد ما كسب النهاردة الاتحاد عشان كل شوية الاهلي بيكسر ارقام مهمة جدا يعني الاهلي بقى اكتر نادي في تاريخ كاس العالم للاندية يتقاهل للدور نصف النهائي بست مرات النادي الاهلي رفع رصيد الاندية المصرية من الفوز على الاندية السعودية الى 13 انتصار في 26 مباراة طيما المواجهات المصرية السعودية ديربي ديربي عندها عظيمة هناك وعندها عظيمة عندنا طبعا الاهلي خلال مواجهته مع عرب أسيا في المنديال نحن نتكلم على الاتحاد نتكلم على الهلال نتكلم على الدحيل القطري فاربع مباريات فاز في ثلاث مرات مرات وخسر لقاء وحيد سجل 8 أهداف ودخل مرمى هدفين فقط الاهلي بقى تحت قيادة مرسل كلر في منديال الاهلي منديال الاندية لعب الاهلي خمس مباريات حقق الفوز في ثلاثة وخسر مواجهتين لتساوى كلر بذلك مع مين مع بيتسو موسيماني في عدد الانتصارات واصبح كلر اكتر مدير فني يسجل الاهلي تحت قيادته في كأس العالم للاندية عشر أهداف يعني متفوق على مين يا جماعة اشتباه فيهم بس متفوق على مين متفوق على الأسطورة منويل جوزي متفوق على بيتسو موسيماني متفوق على الحسام البدري متفوق على محمد يوسف متفوق على المدربي الأهلي اللي اشتغلوا معه في كأس العالم الاندية مرسل كلر حسين الشحات بقى تاني لاعب في تاريخ منديال الاندية خلف مين خلف كريم بن زيمة وأول لاعب عربي يسجل في أربع نسخ مختلفة بدأ بالتسجيل طبعا لو تفتكروا في الأهل الإماراتي في 2018 ومع الأهل يسجل في 2020 و2022 و2023 يحبك كأس العالم أوشي ترجمة نانسي قنقر